في تفاصيل كتيرة في حلقة الليلة لكن كما تعودتم دائماً وأبداً البداية معه مقالي ومقاله ارحموهم ارحموهم بجد الكلام ده مش مننا ومش للعباتنا بس الكلام ده من الاتحاد الدولي للعبين المحترفين باشمونس هو شعر الكرد الخنو حتى تعاولي للاعبة خطيلة النهاردة في تقرير لوكالات الأنباء الاتحاد الدولي للعبين المحترفين حذر من عدم ده منجدته للفيفا وللاتحادات المعنية حذر من عدم وضع صحة اللعبين في الاعتبار عند وضع جداول المباريات في الفترة القادمة وقال انه في الشهور المقبلة سنناقش بالنيابة عن اللعبين مع الاتحاد الدولي والرعاة الموقف من اجل وضع جدول بطولات اكثر عدالة ومنطقية اضافة الى ظروف اكثر انصافا وضمنات لحمايتهم داخل الملاعب وخارجها انتقد تقرير الاتحاد الدولي للعبين المحترفين عددا من مدرب الاندية الكبيرة او اتفق مع انتقادات عدد من مدرب الاندية الكبيرة اللي قالوا ان الجدول المضغوط للمباريات هذا الموسم خصوصا بالنسبة للاندية الانجليزية تحديدا اللي بتشارك في اربع بطولات محلية بجانب المشاركات الاوروبية والدولية كان سولسكاير مدرب منشستر يونايتد قد حذر في نوفمبر الماضي من زيادة حالات الاصابة في الدور الانجليزي الممتاز بسبب الارهاق البدني والزهني وشاف ان ده في خطورة كبيرة على صحة اللاعبين قبل مستقبل اللعبة يعني لما الاتحاد الدولي يتنبه والاتحاد الانجليزي والاتحادات الاوروبية تجأر بالشكوى من بدري وبعدين احنا نيجي نقول احنا هنا في مصر اللعبة مرهقة يقول لك مرهقة تيما انت مدين لك 30 لاعب ومدين لك مش عارف ايه وفين الروتيشن وفين ال ويتبقى العملية لان احنا غير مؤمنين بالعلم احنا حتى وإحنا نحن ننتقد التمالي زم انت بتقول وهي جملة دائمة عندك احسن سباح واللي قاعد على الشط فدايما انت بص اللعبة عالشطة كتير اللعبة عالشطة دا عمال ينوم الناس اللي في المية اللي بتبلبط ويصلح لهم الستايل ويتكلم واخد بالك لكن انت ما انتش في الموقف عشان تقدر تفهم ايه اللي بيحصل والاصابات الكتير اللي بتحصل انت سألتني في البداية الحياة على المقالة اللي انا كتبها ايو اه رهالنا عشان الناس يعني هي توليب او قلنا ايه المحتوى انا ايه الانوى فورا دي ما قالت في الاخبار النهار الانوى فورا اللي يا جماعة الواقع بتاعة اللعبة الدنمركي اللي هز قلوب الناس كلها الحياة حول العالم ان واحد يموت لمدة خمس دقايق وبعد كده تلاقي فيه تلات اربع رسائل مهمين جدا من الحادثة دي انت قلت نقطة مهمة الطب الرياضي قبل ايريكسن حاجة وبعد ايريكسن حاجة تانية خالص وقوانين الكرة والجداول شوف تحدي الدولي بيقولك ايه هنصل ايه لجداول اكثر يعني اهتماما عدالة منطقية اه للعيبة بص الاتحاد الاطالي بقى كان بحسم شديد عمل قرار دورات مكسفة في الاسعافات الفورية لانعاش القلب لكل اللاعبين في كل الدرجات الدوري قالت من الدوري الممتاز لغاية كل الاقسام دورات مكسفة في كيفية التعامل مع هذه الحالات للمدربين للعبين للاداريين للاجهزة الطبية هنا انا بتكلم على مصر ليه لانه كل التقارير الطبية اللي اتعاملت على حالة الموت المفاجئ او توقف القلب على النبض للرياضيين قاله باش منس انهم تلات اربع اسبات اما مجهود زائد جدا وده اللي بي يغلبوه في جزئية ضغط المباريات او ظروف طقس حارة تشكل ضغوط كبيرة على اللاعبين واخدالك او عيوب خلقية ورسالة يعني دي حالات محدش فيها له اوسو تغذية وحاجات تانية ناجم عن ده طيب احنا عندنا هنا وده ان انا بتكلم عليها عندنا كل الاسباب المؤدية الى هذه الظروف الفرق بالذات فرق الغلابة في الاقسام الدرجة التانية والتالتة اللي هي ما عنداش اي امكانيات اللاعبة بتلعب في الغالب بالنهار في درجة حرارة قاسية جدا في جداول مضغوطة في شباب بيعانوا كتير برضو من عدم الاهتمام بالتغذية الرياضية السليمة وبيبذلوا مجهود لانه عندهم طموحات وامال ده اللي بيعرضهم لخطر حقيقي سألت الدكتور طارق سليمان وده كان دكتور في جهاز المنتخب قال لي وقت ما تولينا الفيفا بعت للاتحادات الوطنية جهاز اسمه ده جهاز انعاش القلب الرئوي كل مهمته هذا الجهاز التدخل السريع عند الحالات الـ ده جهاز انعاش القلب الرئوي في حالة التعرض لمثل هذه الصدمات السريعة فبيعمل له صدمات كهربائية سريعة يقدر ينقذ بيها القلب احنا هنا ده ده اللي انقذ اللعب الدنماركي ورجعه للحياة الاتحاد المصري لكرة القدم عنده جهاز الجهاز بس عنده جهاز واحد فانا بقول يا باشماندس لازم يكون دي في مباراة الزمالك واسوان النهاردة اتحاد الكرة في استجابة سريعة الحياة مع اول مباراة ده الجهاز بدأ يوفر الجهاز في المباراة لكن المهم مع توفير الجهاز انا اتمنى ان ده نرعيه في مسابقات للاندية الصغيرة او الدرجات الاقل لانه القسم التاني والتالت ما ده الغلابة مفيش امكانيات مفيش اجهزة طبية بتراعيهم او بتتبعهم وكمان بيلعبوا في ظروف صعبة فرحمة بيهم نتمنى انه كل الاندية يكون حريصة على توفير هذا الجهاز والاهم من الجهاز الكوادر البشرية اللي تتدرب على عمليات الاسعاف والتعامل مع الحالات في حالات كتيرة يعني محمد عبهاب الله يرحمه قبل كده في ناشف النادر اللي لو تذكر رضا محمود برضو في التدريب توفى القسم التاني والتالت واندية كتيرة جدا بتفقد لعبين يمكن محدش بيسمع عنها ما طب النادر اللي قال لما بيحصل الحاجة الناس بتعرفها لكن الحاجة اللي اخرى ما بتوقعش فهم ايه اللي بيحصل وكلام ده احنا بناتكلم فكورة بص يا سيد زبرايين احنا طبعا كلنا قدريين ونؤمن بان ما فيش حد يعني هيمنع اه يعني ما فيش حاجة اسمها الموت وأجل الموت ولو كانش الجهاز لكن ما تقصرش خد بالاسباب واعمل اللي عليك عشان لما تعمل اللي عليك حتى تشعرني انا كلاعب بالآدمية والاهتمام ادي لك ازاي وأنا شايف اهمال ايه او عدم اهتمام ايه او قصور او تقصير ايه فالمسألة عايزة طبعا مرتبطة بالامكانات ايه ولذلك وزارة شباب ومع الاندية ومع الشركات الرعية ده الشركات الرعية شركات الادوية بتاعت الاجهزة دي ما تسلمي الاجهزة دي للاندية وللاتحادات وتاخدي اعلانات مقابل كده وترويجية ويبقى بالظبط يعني يبقى فيه حلول ان الكلام ده اقصاديا على المستوى الاقصادي متاح عشان ده من ناحية الاجهزة لكن اللي اخطر من الاجهزة ده اللي في ايدنا بقى ايه ما احنا مش هنعاول على الاجهزة ايه لان منتا لو الاجهل جاه والجهاز برضو استخدمته ممكن ما كانش حد لحقه لكن هو ربنا كان كتب له انه الحادث ده يحصل ويتم انقاذه عشان يبقى فيه الارم او فيه جرس وبعدين خد بالك حاجة حتى زميله اللي حطه في الوضع الصحيح ده الناس اشادت به كل ده ربنا اراد انه يحصل في وجهة نظري عشان نتنبه ونبتدي نقول الكلام ده وندرسه ونعلم الناس يعملوا ايه لانه ما كانش حد ياخد باله من الموضوع ده انما ده الحادث ده وخصوصا انه جاب نتيجة النهار ده العالم كله اتوحد تعرف النهار ده فيه شاب على يعني بعتلي حاجة بيقول لي ايه ياريت النادي القالي يبعد دعوة الاركسون ده هو قصرته يجو يستجمه احتفالا بنجاته من هذا الحدث النهار ده الاني ماركي قال انه هو هيحتاج جهاز منظم ضربات قلب طبعا عنده حاجة طبعا انما انا عايز اقول ايه ان ده حيبقى دعاية ومصر ويشوفه الى هذا الحدث هو بيقول كده ليه انه اثر في الناس اثر في الناس لا بقى حال عالمية بقى العالم كله متابع الراجل ده منين ما حيمشي حيمشي وراه وحيتابعوه فطبعا هي فرصة ان احنا نعيد حساباتنا جميعا واولنا القائمين على تنظيم كرة القدم سواء الدولية او المحلية لان احنا لما انا حتى المحلية يعني النهار ده سوري يعني خلينا بقى نقطع النهار ده لما الفرق الافريقية بالنظر الدايئة والحسابات الدايئة يقولك نلعب الساعة ثلاثة الظهر عشان يجهدوا الفرق اللي جاي لهم مهما عدم ادمي عدم ادمي لما تخدني في ملاعب غير مهيئة وغير سليمة وده الاتحاد الدولي اللعبين المحترفين بيقولوا انه بيطالب الاتحادات القرية والاتحاد الدولي مراعاة الظروف الادمية للاعيبة بس كده فلازم يبقى له سي مفيش لعب في مناخ حر لازم ان يبقى في مرور الزباق لازم يبقى في كل الملاعب اللي عايز يلعب كرة قدم هو عنده ملاعب مضاقة وعلى قال استاد تقام فيه في المباراة دي وفر الظروف الكويسة نمرة ثلاثة يعني احنا كلنا بالمرة يعني عملين يقول طب الجماهير 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 وبعدين نبص نلاقي يعني كرة القدم ما بقيتش عادلة زي ما انت انت فيه فخر عندك بتملاش طبعا طبعا مش هفتح الموضوع دلوقتي طيب ده كان اهم ما فيه مقالي ومقاله وازاي الناس المفروض تنتبه لخطورة الموقف لان احنا بنتكلم في حسابات الحياة وده مش خاص بكرة القدم بس ما هي بقيت المنافسات فيها هذا العنف والشراسة والالتحام والمجهود في الطائرة وفي السلة وفي اليد فنتمنى انه نراعي الحقوق الادمية للعيبة حط للعيبة المناخ الصالح تؤدي بشكل طيب مش عملية حلب للقدرات بطريقة يعني اي يعني الغاية لا تبرى الرسيلة هنا ان انا استكمل مسابقة واشترك في اكبر عدد من المسابقات واضغط مش عارف ايه واعمل ايه حتى يا اخي استكمل ولعب بس بجدول ما هنا اه احنا احيانا نمارس طرفا لنا ملوكه اما نيجي نقول ايه اذا كنت عايز ان نظم فيه فيه موسم كده باستثنائي اخرج عن الشكل المألوف يعني لما لما نيجي نقول اه اه تعالوا نجرب دور مجموعتين بشكل عادل يبقى من دور واحد يرتب العشرة دول يلعبوا مع بعض والعشرة دول العبوا مع بعض اخرج من المطب ده وعشان اقدر بعد كده ارجع كمل عادي ما نعودش بقى نقول اه لا ده عادل جدا لان انت في الاخر اللي حيردت بالصعود دوري من مجموعة واحدة يعني الفكرة كانت ايه مجموعتين ده يلعب دوري من دور واحد وده دوري من واحد من واحد لتسعة ها ها هيلعب على المراكز الاولى من تسعة بس انت عارف ان دي مش هتوصل بس اكمل الفكرة عشان المشاهد اه من تسعة لتمنتاشر بيلعب على المراكز اه اللي تالية واصراع الهبوط اه صراع البقاء والهبوط هتبقى عادلة لان هنا هيبقى اه كله بيلعب مع بعضه بس دوري من مجموعة مفيش بس لا لا لو الهدف انت عايز توفر وقت دي مش هتوفر الى ثلاث اربع اسابيع فقط لا يا استاذ ابراهيم لا انت هتلعب دوري لقيت حسبك هدورين من كم فرق تسعب فرق وهتلاقي نفسك بتلعب والتسعة دول هيلعب ودوري والتسعة تنين لعب دوري يا استاذ ابراهيم دول هيلعبه في حتة ودول في حتة يعني انت 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 عدد المطشاة هنا هيقله عدد المطشاة هنا هيقله وتقدر تلعب في نفس التوقيت لاني مالومش علاقة ببعض القصد هو المطلوب تدرس يا سيدي خلاص عشان ما نعودش هنا نقول كلاما الوصول لشكل ما تدرسوا حاجة يا جماعة يخرجنا من هزي الاشكالية انما نقعد نقول ايه مش عارف ايه وضغط المطشاة والسنجاح يوم ما بتغوط اكتر ما بتغوط اكتر ايه ازاي يعني نتمنى الرحمة باللعابة شوية